مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكري تريم السياقة ومرحبا بكم في هذا الجزء من جميع أسئلة علامات المنع المطروحة يوم تحان قبل ما نبدأ اشتركوا على فقناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وهي اختراح القناة او اي ملاحظة خلينا نتعليق ديالكم نبدأ على بركاتي الله هات العلمة كتمنع المرور على العربات اللي كيتجاوز العلو ديالها جوجميترو نعم جواب واحد لا جواب جوج للعرض ديالها جوجميترو نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة اول شي انا شوفوا العلمة شو سميتها العلمة اسميتها ممنوع المرور على العربات اللي كتعدى العرض ديالها جوجميتر سؤال tirade اربعة بذلك دكرة للكتجاوز العلو هذه العلمة ما يعنيش علاقة بالعلق لعلق 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 لوله حيث اللي عندها العلو يكون السهم الفوق وتحت هادو عندها السهم في جناب وداخلين كان قصدو بها الآرض ولكنه هي نيت واسهم الخارجين براه كان قصدو بها الطول أما لك أن الفوق والتحش نقصبه بها العلو بالنسبة للعلامة ما كانت يعنيش اللي كتجاوز العلو دياله درنال لا لكن قد لك هاد العلامة كانت تمنع المرور العربات اللي هي العرض دياله ججميترو لا حيث العلامة كانت تقول اللي كتعدى ججميترو هو الميدوس هنا تكشميش جاوبنا برقم جوج وربعة هاد العلامة كانت تعني المعلاغ ممر ديال الراجلين جواب واحد ممنوع المرور على الراجلين جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اول شيء العلامة مرصوبة فيها الراجل والعلامة تسميتهم ممنوع يعني ممنوع المرور على الراجلين هو رقم جوج هاد العلامة كانت تعلم بنهاية منع استعمال المنبيه الصوتي نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اول شيء العلامة كانت تمنع المنبيه الصوتي وأالي تتعلم على النهاية منع المنبي للصوتي هي هذه العلامة für على النهاية ثلاثة ولكن تأática بالرمادي لكنها الآن بالحوم تتمنع منعها من استعمال المنبي للصوتي أما نهاية هي المنع منえる سوتي إنها كانت المنع من بعد بالرمادي هذا اللم يعني هذه كتما علامة كتعلم على منع يستعمل من النبي الصوتي هذا العلامة كتعلم باللي المرور ممنوع لجميع أنواع الدراجات نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب سعيفة السؤال هو رقم واحد هذا العلامة هي أصلا سميتها ممنوع المرور على جميع أنواع الدراجات بما فيها الدراجة العادية والدراجة النارية فيما تشوفوا شي دراجة فيها جوج دي العجلات أرى منوع عدوث من هالطريقة هذا هذا العلامة كتمنع المرور على العربات اللي كتعدي العلو ديالها 3.5 متر نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب سعيفة السؤال هو رقم واحد يعني هاد العلامة هي أصلا سميتها ممنوع المرور على العربات اللي كتعدي في العلو 3.5 متر يعني هنا بشعرفنا العلو هادوك الأسهم كيكونوا واحد الفوق واحد التحت وقبل كنا شفنا العرض كانوا في الجناب يعني واحدة في اليمن واحدة في اليسر لكن داخلين إلا كانوا خارجين هادوك الأسهم كنقصدو به الطال دابه هنا جوابنا برقم واحد يعني هاد العلامة كتمنع المرور على العربات اللي كتعدي في العلو ديالها 300.5 المرور ممنوع العربات ذات الأسبقية نعم جواب واحد لا جواب جوج على العربات نقل البضائع نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج أربعة بالنسبة للعلمة اسميتها ممنوع على العربات اللي كتحمل متفجيرات دول اسم ديال ممنوع على العربات اللي كتحمل متفجيرات ديك شبه جغلنا المنوع المرور على العربات الأسبقية قلنا لا على عربات نقل البضائع قلنا لا الإشارات الطرقية كتمنع نكمل السير القدام جواب واحد نظور على اليمن جواب جوج نظور على اليسر جواب ثلاثة نقوم بنفس دورة جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم ثلاثة بالنسبة كنشوفه قدامي كين جوج علامات الكبير اللي قدامي وذيك التالتة نشوفها جوج لقدامنا بالنسبة الفقانية كتقول لنا كيف يعني غنوقفه ونعطوه أسبقية اليمين ونصر ونزيده بالنسبة كدرو على علامات المنع اللي هي التحت هذيك العلامات اللي التحت كتقول الممنوع ندور على اليسر هي اللي جاوبنا على رقم ثلاثة اللي كات بنعني نكمل السلق الدام ما كيناش و اللي كات بنعني ننظر على اليمن ما كيناش و اللي كات بنعني نكمل السلق الدام او ننظر على اليمن او ندير نصط دورة ما كين ل LIN LIKE يعني كائنا واحدة اللي بعتن انا ننظر على اليسر جوابنا على رقم ثلاثة بواحده هذي الع هناك تحدد العرض لي الطريق جواب 1 مسافة الأمان جواب جوج وزن للعربات جواب 3 سرعة المسموحة جواب 4 جواب صحيفة السؤال هو رقم 3 العلمة مكتوب فيها ممنوع العربات اللي كتجد في الوزن ديلا 5 طن يعني مكتوب فيها 5 طن يعني كيقصدو بها الوزن يعني هاد العلمة كتحدد الوزن ديلا العربات يعني العربات اللي ميفوتوش لنا 5 طن من الـ 5 طن لتحت يدوزن من هاد طريق بالنسبة للعرض ديلا الطريق ديجا وريشها لكم انها اللي كيكون فيها الاسهم في اللي من وعلى اللي يصير ويكونوا داخلين مسافة الامان كتكون في نفس العلمة حمراء في هذه العلمة حمراء كتكون لداخل عرباء مورها عرباء ويكونوا كاتبين لكشها من المسافة الامان يتخلي بنسبة للسرعة المسموحة هدي علامة ديلا بوحدة هدي بعد نشوفوها في هذا الشارع مسموح لينسوق بـ 30 كم وطر الساعة على الأقل جواب واحد ممنوع لينسوق بأكتر من 30 كم وطر الساعة جواب جوج الجواب صحي في السؤال هو رقم جوج بالنسبة للعلمة شو سميتها تحديد السرعة 30 يعني شو كي قصدو بها يقولك انت ما تفوتش في هذا الطريق عادي منتداء من العلمة ما تفوتش ليه 30 كم في الساعة سير ليه من 30 كم في الساعة لتحت يعني تبشي بـ 30 بالـ 20 بالـ 10 لكشي باش جوبنا هنا ممنوع لينسوق أنا بأكتر من 30 اني مشي بـ 30 لتحت لكشي باش جوبنا برقم جوج الإشارة الطرقية كتسمح بالمرور العربات اللي كتحمل المواد الخطيرة وللوزن ديالها قل من 3 طنونس نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحي في السؤال هو رقم جوج بالنسبة للعلمات شنو كي هذه العلمات بجوج الفقانية ممنوع على العربات اللي كتحمل متفجر أو مواد خطيرة بحل بحل ممنوع على العربات اللي كتحمل المواد الخطيرة أو المتفجرات العلمات الثانية ممنوع على العربات اللي كتتعدى في الوزن ديالها ثلاثة طنونس يعني مسموح الثلاثة طنونس الدوز واللي قل منها مزيان بالنسبة للسؤال شنو كي يكتكرون لي الإشارات الطرقية الإشارات الطرقية اللي هي كنقصد بها تشوية العمولية وتشوية الأفاقي الإشارات الطرقية كتسمح بالمرور العربات اللي كتحمل المواد الخطيرة هذيك الفقانية لا ما كتسمحش اني كتمنع و هذيك الواو العطف يعني هذا الشرط خصوية تحقق المجوج يتحقق الشرط الأول و الشرط الثاني إلا تحقق غي واحد ما تحقق لكش كتلغى يعني يقولك و للي الوزن ديالها قل من 3 طنونس انتال اللي الوزن ديالها قل من 3 طنونس رادوز مهنة ما عنداش المشكين لكي إشارات الطرقية ما كتسمحش العربات اللي كتحمل المواد الخطيرة دكشي باش جاوبنا برقم جوج هذ العلمة كتعني السائق يجود وحدهم نعم جاوب واحد لا جاوب جوج سائق العربات الخفيفة نعم جاوب 3 لا جاوب 4 الجاوب صحيفة السؤال هو رقم جوج 3 بالنسبة لعلمة شو اسميتها تحديد السرعة 90 بالنسبة لعربات الخفيفة هذيك اللافتة لليل تحت سميت العربات الخفيفة إنه تحديد السرعة 90 بالنسبة لعربات الخفيفة دكشي باش جاوبنا برقم سائق العربات الخفيفة قلنا نعم ولكن السائقين الجوزة وحدهم لا لنا السعيق الجدد وما أصل القانون أعطيهم أنهم ميفوجوش تسعين في مدد العامين هدو كما السعيق الجدد هالطريق خاصة بالعربات المجرورة بالحيوانات جواب واحد ممنوع العربات المجرورة بالحيوانات جواب جوج كاشع لنا على خطر مرور الحيوانات جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة للعلامات ما اسميتها اسمها ممنوع العربات المجرورة بالحيوانات إذا لم أردت هذا السؤال لاحظ معي مزيين كلهم تتكرر فيهم جملة العربات المجرورة بالحيوانات في الأول وفي الثانية وخطر مرور الحيوانات يعني تتكرر كامل لكن شوف معي في السؤال الأول كائن خاصة يعني ذلك الخاصة كنا عرفه بموتك البلايك الزرق والثانية ممنوع ممنوع مموتك العلامات المجرورة بحالة الشكل هذا والثالثة خاطر يعني الخاطر كنا عرفه بموت الثلاثة بقالك رقم جوج ولا اللي هتجاوب عليه هاد العلامة كتمنع تجاوز سيارات جواب واحد العربات ذات الوزن التقيل جواب جوج الدراجات جواب ثلاثة الجواب الصحيفة السؤال هو رقم واحد جوج بالنسبة للعلامات اسميتها ممنوع التجاوز بالنسبة للعربات ذات محرك يعني انت ما تجاوز شي عربة عندها محرك وعندها ربعات يرويد ما تجاوزاش بحال صيارات ما يمكنك تجاوزها العربات الوزن التقيل كامل بما فيه الشحينة والحافيلة والشحينة الصغيرة والشحينة كبيرة ما تجاوزهمش بالنسبة للدراجات بجميع أنواع الدراجات ممكن أنك تجاوزهم بالنسبة للعلامات في متبال لك شي دراجة عندك الحق أنها تجاوزة لكن بشرط دراجة واحدة التي لا تجاوزها هي لديها المقعد الجانيبي لديها المقعد الجانيبي لا تجاوزها تشوي الطرقي كي يعلم على منعراج على اليصل على منعراج على ليمن جواب جوج على طريق ضيقة على مسافة محدودة جواب ثلاثة على تحديد السرعة جواب أربعة الجواب الصحيفة السؤال هو رقم واحد أربعة بالنسبة للرقم الرمعة سهلة على تحديد السرعة كي يعلم على تحديد السرعة هي ديك اللي فيها الربعين لكن رقم واحد العلم ونعراج على الليسر وما دوك العلمات اللي فيهم الزرق والبيض أرى هما كلهم ضيران على اليصل حتى هما كي يعنون على منعراج على اليصل ابتداء من هاد العلمة يمكن لي أنصوك بخمسين كلمتر في الساعة جواب واحد ستين كلمتر في الساعة جواب جوج ثمانين كلمتر في الساعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج بالنسبة للعلمة اسمي تحديد السرعة ستين يعني احنا عارفين المنع أنه يتطبق يبدأ من العلمة لأنه يسميته علامات وضع المنع يتطبق يبدأ من العلمة تحديد السرعة ستين 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 المنع يتطبق على المدينة كاملة فيما تشوفوا العلمة تحديد السرعة ولاتقع عليها هناك نقصد بها أن تحديد السرعة يكون خاص على المدينة كاملة تحديد السرعة ستطبق في المدينة كاملة إنه يتطبق لا يتطبق ستطبق هذا ما أجلد السرعة ستطبق 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 هو رقم جوج العلم اسميها ممنوع المورو في داكل تيجا يعني حاطناهما في ليسر هاداكل تيجا ممنوع في المورو يعني العربات ما يدخلوش لكن ممكن يلقى عربات جاية في داكل الطريق بالنسبة لي نغير تيجا هالليسر إلا يمكن لي نكمل سير القدام جواب واحد انظور على ليمن جواب جوج انظور على ليسر جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة لعلمنا اللي قدامنا اسميها ممنوع المورو في داكل تيجاه اللي هو قدامنا يعني انت ممكن انك تدور على ليمن وممكن تدور على لاسر داك شماش تجربنا برقم جوج وثلاثة كان سوق بربعين كلمة طرف الساعة يمكن لي نزيد بالسرعة ديالي نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لعلمنا اللي ما سميها تحديد السور عن 10 إذا لو نحصل على المورو يمكن تصبح دهن هو cards أينت زوجك يمكن أن انجلت السور على المورو بدون الى لمورو ممكن أن اتصل على الـ 50 و 60. لكن هل يمكن أن ادخل هذه الصرعة يجب أن تأتي العربة المؤشرات هذه العربة المؤشرات لم تستطيع تزيلها ممكن أن تزيلها في سرعة و تنقل بـ 50 و 60 إذا كانت العربة المؤشرات تغيير تجاه هذه اللاسر سنجيب بـ رقم لا سنجيب بـ جوش لماذا؟ لأن هناك شيئ يضع الشيء في القواعي سنجد أن أتفاض بـ سرعة لذلك لا نزيده لذلك ما سنجيب بـ رقم يمكن أن نزيده في السرعة نعم لأن العربة اللي ما وانا عندي غير ربعين ممكن يمشي بالخمسين ممكن يزيت الستين غدي بسرعة اربعين كلمتر الساعة واجب لي ان نقص من السرعة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال ورقم جوج هنا قدمنا تحديث السرعة اربعين وهم قل لك انا غدي بربعين يعني ما عنديش مشكين ما ديرش مخالفة ممكن يمشي بالربعين عمال فوتاش قل لك واجب عليك تنقص من السرعة الا فهذه الحالة من واجب شرية ولكن ممكن انك تنقص من السرعة باش يقولوا من واجب الا من بعد هذا العالمه يمكن ينصوك بسرعة ستين كلمتر الساعة جواب واحد مئة كلمتر الساعة جواب جوج مئة وعشين كلمتر الساعة جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم 1 بالنسبة للعلامة اللي قدمي اسمي تحديد السرعة 90 يعني انت ممكنش تكتفوه 90 ممكنشي بتسعين اللي تحت قالك يمكن لي انصوق ممكن مشي بتسعين اللي تحت بدلية رقم ثانية بوحدة اللي كينا جوابنا لك وبدلية شي رقم اخر ممكن نديره ابتداء من هاد العلامة يمكن لي انصوق بسرعة 30 كم في ساعة جواب 1 40 كم في ساعة جواب جوج 60 كم في ساعة جواب 3 جواب صحيفة السؤال هو رقم 1 جوج العلامة اللي سمي تحديد السرعة 40 يعني انت ممكن تمشي بال40 اللي تحت 40 تمشي بها 30 تمشي بها 20 تمشي بها عند مركز الجماريك نخفض من السرعة جواب 1 واجب علي نوقف جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج يعني من نوصل عند المركز الجماريك خصنا ضروري ان نوقف عندهم ولو هنا فات السؤال هذا يعني في لعن جماريك لعند رجال الشرطة لعند الدرك الملكي كي حددنا واحد العلامة ديال تخفيض السرعة او قيف لكن عموما اننا في مركز ديال اي مركز ديالهم ضروري احنا كننوقف اني رقم جوج التشوير طرقي كي من القياب بنص دوره جواب واحد من دور على اليسر جواب جوج كي على المعلاغ منعرج على اليسر جواب ثلاثة تحديد السرعة جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة أربعة بالنسبة ل助ير الطرقي كي منها ينظر على اليسر هي JuliCE كي اقول انجوا ب على الكرام لكن Balko الخامج يجبون تغيير مناعرج على اليسر و قالوا هذا بكي فيهم الفليش يزاراrange هذا بالبيض و الزرق ينظبر شعبته او لليسر يعني لمجد أن هذه المناعرض على اليسر يجب من معارجوا حياتهم ولكن من utterly لا好的 انتذاق با�� yeux بالنسبة للرقم 4 تحديد السرعة هو العلم الذي نظر على السرعة مكشوه فيها 40 يعني تحديد السرعة تحديد السرعة كي يخص غير الشحينات نعم جواب 1 لا جواب جوج يمكن ينكمل السير بسرعة 90 كم في ساعة نعم جواب 3 لا جواب 4 جواب صحيف هذا السؤال هو رقم 1 3 بالنسبة للرقم 4 تحديد السرعة 60 بالنسبة للشحينات التي تعدى الوزنها 3 طنون سمية يعني هذه هي تخص غير الشحينات نكشي ما جوابناه برقم 1 لكن السؤال الثاني يمكن أن يصير بسرعة 90 قلنا نعم لماذا؟ لأن هذه العلمة لم يكن تحديد السرعة 60 لم يكن تخص غير الشحينات لديه وزن لكن أنا لم يكن تخص غير الشحينات لأنني خارج المدينة خارج المدينة السرعة لديه محددة في 100 يعني ممكن يمشي بتسعين السرعة ديالي غد تحدد في 60 كم في ساعة نعم جواب 1 لا جواب جوج جواب صحيف هذا السؤال هو رقم جوج بالنسبة للعلمة اسمية تحديد السرعة 60 لكن ما كتخصنيش أنا اللي كنسوق أعرابة كتخص بالشاحينات اللي كتتحدى مشي أي شاحينة اللي كتتحدى خمس ساعتهم ومو اللي ما يفوتوش 60 كم في ساعة يعني قلشوا لك السرعة ديالي كتتحدد في 60 كم في ساعة أنا لا السرعة ديالي كتتحدد هنا في 100 كم في ساعة لماذا؟ لأنني خارج المدينة كيصبح التجاوز ممنوع من عند العلامة جواب واحد على بعد ستين مترو جواب جوج على بعد مية وخمسين مترو جواب ثلاثة الجواب صحيف هذا السؤال هو رقم واحد بالنسبة للمنع المنع كيتطبق عدنا ابتداء من العلامة من العلامة كيتطبق هذا المنع وقشش كيسالي كيتسالي حتى الملتقى الطرق أو علامة كتنهيه هذي غنشوفها في الفيديو اللي هيكون مورا ان شاء الله يجب المنع كيتطبق لأمم الإمتداء من العلامة وبهذا جه dropped وسأنتهي عنheh مرتقي الطرق أو عن علامة اللي كيتينهيه مش بحل الشكل الخاطر اللي قلنا خمسين داخل المدينة ومية وخمسين خارج المدينة وبالنسبة للمنع كيتسمى علامة الوضع أي علامة كيتطبق ابتداء من علامة كيتسمى علامة الوضع وأي علامة كاتطبق على واحد البعض كيتسمى علامة متقدمة ممنوع التجاوز 150 مترو من بعد العلامة جواب 1 على طول 150 مترو جواب جوج من عند العلامة جواب 3 الجواب الصحي في السؤال هو رقم 1 بالنسبة للعلامة اللي قدمنا سميتها ممنوع التجاوز لكن يقولنا للمنع كامل بصفة عمك يتطبق ابتداء من العلامة لكن اللح الطولية من تحت منه 1 لافتاة تكميلية ودلوا لي فيها الرقم هنا للعلامة اللي قدميه مكتوب فيها 150 مترو من تحت العلامة يعني شونا نقول للمنع واش يبدأ من عند العلامة الا غي يبدأ لبعد 150 مترو هالي جوابنا برقم 1 150 مترو من بعد العلامة اما هديك على طول كيف ذكرت لكم في الخطر انك يكونوا الاسهم دي المتيدات اشتكوا كانوا هاد 150 اللي بتحت اللافيتة وكانوا الاسهم كانت 150 وبيضك الجنب اللي من اللي سركيني الاسهم كنا غانجوا برقم جوج 3 كنا نقول للمنع غي يبدأ من عند العلامة وغي طول وغي يمتد على طول 150 مترو اللي ما عرفش هاد المسائل هادو يحاول يشوف في فيديو دي العلامة الخطر اللي انا شرحتهم بزاف تنمية وهنا رأي النفس قاعدة غير هو المنع علامة وضع والخطر علامة متقدمة ادور فرقم بيناتهم السرعة محدة في 80 كمطر في الساعة قبل العلامة نعم جواب واحد لا جواب جوج بعد العلامة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة اللي قدامي مكتوبة تحديات السرعة لالثمانين ومتحت منها تذكير حنا كنا نعرف بالليل منع كي يبدأ من عند العلامة وكي سيطل حتى المنطقة الطرق او علامة اللي كتنهيه لكن هنا جاوبنا ببعض العلامة رددنا رقم ثلاثة جينا لقبل العلامة هي جاوبنا برقم واحد قلنا تقبل العلامة لدينا السرعة محدودة باش عرفنا من تحت العلامة لديك تحديات السرعة 80 مكتوبة تذكير يعني انت ديجة كانت قبل عندك ممنوع تحديات السرعة 80 وده بذكرك قلوك راه هادك تحديات السرعة 80 رابقي يخدام معنا كنسوك الشاحنة صغيرة يمكن ينظر على اليمن نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لعلامة اللي قدامي شو اسميتا ممنوع العربة على الشاحنة الكبار والشاحنة الصغر اسميتا ممنوع على كنقل ممنوع على العربة نقل بضائع بما فيه الشاحنة الصغيرة والشاحنة الكبيرة شكوني هي الشاحنة الصغيرة هو اللي كنت تتصاق بالرخصة بيرمي برخصة السيقة صينف جيم السينций السينций السين Didier السينفي olé السين في السين沒有 test свет Recovery السينفي الذي تنشره وسنصبح سينري السينفي السينفي سيت techno سين aquest السينفي تدوز رخصة سيقة من سنف باء تقدر تستطيع شاحنة صغيرة لكن شاحنة صغيرة من سنف باء و هذه شاحنة صغيرة بحالش؟ بحال كاميونت بحال بكوب بحال هوندا هادو كاملين تسمى شاحنة صغيرة هادوك هوندا تسمى شاحنة صغيرة يعني انت تستطيع بسنف باء يعني انت هذا العلامة هذي في الأصل و لذلك مشكلة هذا الترجمة هو ذلك مشكلة نحن كنقول بشاحنة صغيرة و جنقصدهم بها كاميون whine لكن كاميونت يسمن شاحنة صغيرة لما يسمى شاحنة صغيرة و هنختبوها شاحنة صغيرة هذا الترجمة العربية من قلنا قد تأتيب على الليمان من فهم البلغة هادوك 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 اعتنيككش كيف تريد الحال؟ شاحنة صغيرة هادوك بشاحنة صغيرة يقصد بها كاميونت انت باش متلفش فيه ما تسمع شاحنة صغيرة انت ضرب عليها وسميها عربة وقل كان صوق عربة خفيفة يمكن ينظر على الليمن نعم لانك العلمان ما كتعنيكش كان صوق شاحنة صغيرة لنقل البضائع يمكن ينظر على الليمن نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة للعلمة ممنوع المرور على العربة تنقل البضائع بما في الشاحنة الصغيرة والشاحنة الكبيرة واذا هذا العلمة تعنيك الا لان الشاحنة الكبار هم الرموك والشاحنة الصغيرة والكاميون وانتا كاتسوك كنتك الدوز سنف باء كيف قلت لكم كان صوق شاحنة صغيرة حيدة نقول كان صوق عربة خفيفة مشكلة للترجمة ولي خلقنا هذه المشكلة للجوم لادو كان صوق عربة خفيفة للنقل البضائع وش يمكنك الدور علي من نعم لان العلمة مكتعنينيش كان صوق شاحنة صغيرة يمكن لي نكمل السير في الطريق الموجودة على اليمن ديالي نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هاد العلمة شو سميته ممنوع المرور على العربات ذات محرك ممنوع المرور على العربات ذات المحرك وش هاد العلمة كتعنيك نعم كتعنيك وش يمكنك الدور علي من الا ما يمكنك الدور علي من لك شي باش جوبناه برقم جوج بالنسبة لهاد العلمة هادي ركت خصت الشحينات والحافيلة أردت هاد العلمة كتعنيك لانك نقوله ممنوع المرور على العربات ذات محرك ترجمة نانسي قنقر